اشتركوا في القناة ونهيئ الطريق لرحلة جميلة إن شاء الله ونهيئه أكتر لنوع من أنواع تهيئة المناخ اللازمة للعمل والإبداع والإنتاج وفتح موابة الرخاء والسعادة إن شاء الله بيسعيدنا ويشرفنا يكون معنا النهاردة في الستوديو الأستاذ الدكتور مصطفى صبري أستاذ تقصية النقل وهندسة المرور كلية الهندسة جامعة عين شمس أهلا وسهلا بحردك أهلا بحردك تعليق حضرتك على الشارع المصري وانتبعاتك عن الشارع المصري مطباته ويوترناته وفتحاته بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنت قلت اللفظ جميل جدا حدس ولا حرك احنا وصلنا في وقت كان كل واحد عايز يعمل مطب بيعمل كل واحد عايز يعمل فتحة يوترني بيعمل بغض النظر متخصص مش متخصص الطريق ينفع ما ينفع شي فكان حتى بالإشارة ايه في التقاطع ده ويعمل كده يوترن يتم الايه التنفيذ طبعا كل هذه التصرفات اللي حصلت احنا بنعاني منها الايام دي وهنفضل نعاني منها فترة مش هتخلص بين يوم وليلة ولا في شهر ولا في اثنين ولا في ثلاثة ولا في سنة هنفضل نعاني منها فترة وإحنا بنحاول نعالج هذا الكلام وربنا يقدر ده ان احنا نقدر نحلها ونصلح اللي ما حدث في السابق على خير ان شاء الله استاذ دكتور مصطفى الصبري استاذ حضرتك هنطلع فاصل نعرف منه تقرير كده ونشوف منه تقرير ونشوف انتباعات الناس عن ميدان الرمية نروح مع حضرتكم ونرجع لحضرتكم تاني موسيقى 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 فا دلوقتي احسن طبعا دلوقتي احسن لانه كده بقى فيه سيولة غير الاول الاول كان مخنوق ومقفول بس هي الاول هنا هوا عندك بس في النازل لان الطريق ده غير مستوي اللي هو طريق الفيوب وانت جاي من عند حدايا الاهرام كده وانت جاي لغاية الميدان هنا هوا الطريق مش مش كويس محتاج اهتمام كبير لا طبعا كده افضل وافضل من الاول بكتير الاول كان في نظام زحمة كتير وكان في مشاكل في البنز المدين الرماء بزاد الاول كان زحمة دلوقتي ما شاء الله عليه التطور يعني مفيش موقف مكان موقف هنا فينه موقف مفيش مكان موقف تحطي فيه موقف ياريت انا جوا ماشي بس فيش مكان موقف هنا موسيقى موسيقى مدام من يومة عمل كباش زحمة الاول كان زحمة قبل ما يتعامل كده لكن دواتي لكن دواتي الميدان بقى احلى وما فيش زحمة مرور خالص دلوقتي ميدان الرماء جميل والله وكويس والمرور كويس فيه والحرقة ماشية كويسة وتم التمام يعني ميدان الرماء دلوقتي احسن من 20 سنة فات في التأسيمة الجديدة احسن من 20 سنة فات وامانة يعني موسيقى الموضوع دلوقتي فيه تفرق الدماء المفروض الوزرات كلها يعني يبقى فيه تنظيم وتخطيط للوزرات نفسها حضرتك دلوقتي يعني مثلا الشارع فيه اكتر من جهة مسيطرة على في الشارع سواء مرور سواء نظافة سواء تشجير سواء نظافة والتجميل والاعلانات والكلام ده كله لو تحط كله تحت ايد واحدة هينضبط في الشارع وهيجيب دخل كويس وهيبقى مورد كويس للبلد لكن دلوقتي احنا فيه حالة يعني حاجات متفرقة جدا كلها بعيدة عن بعضها يعني الحق بيضيع حق البلد بيضيع موسيقى دكتور مصطفى صبرت عليك حضرتك هو انا صدف طبعا انا اللي عام لدراسة مرورية والدكتور حاطم عبدالطيف بتكليف من وزارة الاسكان الهاية العامة للتغطية العمراني لميدان الرماية والكلام ده كان سنة 2008-2009 والتأرير هون اللي هو ميدان الرماية وطبعا اللي قام بعد كده بتنفيذ والاشراب على تنفيذه أستاذنا الدكتور أسامة عقلدة زميل معايا في القلية برضك يعني الدراسة المرورية احنا قمنا بها ودي كانت نقطة البداية ودي أهم حاجة على فكرة فأي تعديل أي ميدان أو أي طريق نعرف النهاردة الشارع ده أو الميدان ده بيدخله كام عربية فكان ميدان الرماية يتبايد بالراونداباوت بتاعه أو صناعة بتاعته كبيرة جدا فاللي بيعمل حصر المرور أو عد المركبات ما بيقدرش يعرف يتتبع العربية هل هي دخلة يمين ولا دخلة شمال ولا ماشية طوالي فاستخدمنا أسلوب الكروت لكل اتجاه دون معين من الكروت وكاتل الناس في المخارج وتم عملية الحصر ومش عارف الكاميرا تقدر تجيب الكروت نحن استخدمناها بغزة الطريقة لكل مدخل كان له لون وعملنا الحصر ثم بعد ذلك نجحنا أن احنا عرفنا بقى الجامل من اسكنديريا وماشى على شرع الهرم كام اللي بيقودش فيصل كام اللي بيقودش طري الفيوم كام نفس الكلام فيصل نفس الكلام الجامل الفيوم وتم تصميم الميدان بإشارة ضوئية على هذا الأساس وكانت الإشارة الضوئية بطورين إشارة للوضع الراهن ثم بعد ذلك عملنا توقع الأحجام الحرقة بعد خمس سنين هي بشكله إيه ثم بعد عشر سنين وده لازم على فكرة في أي شغلة في أي تطوير أي حاجة لازم يتم هذا الكلام النهاردة إيه بعد خمس سنين هي بقى إيه بعد عشر سنين هي بقى إيه طبعا ميدان الرماية بعد عشر سنين وضعه الحالي لا يصلح هيرجع زي زمان فلازم يتعمل عمل صناعي له ومقترح بقى الأنفاء اللي هتتعمل ومين اللي هيتطلع في أنهي اتجاه السؤال الآن للأساسي يا دكتور مصطفى صبري لما احنا بنملك هذه الخبرات وبنملك هذه الأفكار الجميلة ليه ما تمتدش هذه الأفكار من ميدان الرماية إلى ميدان أخرى وطرق ما هو حضرتك بص هو احنا بنعمل بقدر مستطاع هذه العمليات وهذه الدرسات المتحدة بتكلف التكلفة بتيجي من ناحية إيه من ناحية إجراء عمليات الحصر لأن حصر المرور بيكلب بيجيب مهندسين بيجيب طلبة تحت إشراف الرجال المرور واخبار حضرتك يعني أنا كان عندي في ميدان الرماية عندنا 12 أمين شرطة ده كان أيام على فكرة اللي هو كامل ياسين كان هو مدير إدارة عامة لمرور الجيزة فكان في 12 أمين شرطة كل مدخل فيه 3 واخبار حضرتك كل دي مصاريف أنا كان عندي أكثر من 50 طالب ومهندس في هذا الميدان عشان يعمل عمليات الحصر فدي بتكلف ماشي؟ لكن لابد منها لابد أنه يتم فاحنا عملنا حاجات كتير على فكرة بهذا الأسلوب قد يكون التنفيذ متأخر إنما هيحصل يعني أنت هتحسه إن شاء الله لو نعننا بقى من ميدان الرماية رحنا على الأتستراد وعلى مصطفى النحاس هتلاقي فيه مجموعة من الميدين التقطعات اليوترنات بتاعتها هتتلغي وهتتم عمل إشارات ضوئية بنفس فكر ميدان الرماية اللي هي بعداد وفي نفس الوقت وجود الكاميرا اللي هي طبعا بيتخالف اللي في الضوء الأحضر سيد الدكتور مصطفى صبري أستاذ تخطيط النقل وأندس المرور جامعة عن شمس كنا بنعاني وما زلنا نعاني من عدم موجود استراتيجيات للمرور خطط للمرور الخطط والاستراتيجيات المستقبلية هل من شأنها أنها تخرجنا من هذه المشاكل المرورية في البداية نحن عايزين نشوف هل هناك فعلا استراتيجية مرورية ولا ما فيش لا هو ما قدرش أقول اسمها استراتيجية مرورية اسمها مخطط نقل شامل ماشي ما هو الأساس أو الأساس هو النقل اللي هو تخطيط النقل ومنه هندس المرور دي التنفيذ لكن التخطيط والاستراتيجية بتيجي من النقل وفيه فعلا مخطط نقل معمول للقاهرة القبرى بوجود المجموعة اليابانية فطبعا أقول أجانب جايين اشتغلوا لا هي مش كده بالزبط لا بيقولوا أن المجموعة اليابانية جات مصر ومعاملتش حالة ومشي لا 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 يا فندم لا 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 ليه مجموعة الجايكا على مراتك أيوة آه آه فيه دراسة كرييتس دي بدأت من سنة 2001 ويطلع تقريرها في 2002 وحطين 60 مشروع مرتب تبقى للأولويات بتاعته وكل مشروع ده على مستوى الاستراتيجي نمسك بقى المشروع نبدأ أن نعمله دراسة تفصيلية ونبدأ أن نعمله فيزابيلة استضيق ويعني كل خطوات بقى ايه المشروع نفسه قبل تنفيذه إحنا المشكلة على فكرة مش كده يا جماعة يعني هي المشكلة اللي بتعاني منها مصر إن الداء والمرض بناء على توجيهات مش عارف مين يا ما تعامل حاجات ملهاش لازمة تتعمل يعني إيه توجيهات مش عارف مين نحن عايزين نعرف مين نقول عن على توجيهات السيد الوزير توجيهات السيد الرئيس توجيهات اتعاملت حاجات مفروض ما تتعمل زي إيه أعطري العروبة اللي حصل فيما حصل طرق كتير بتتعمل لا دي تعمل لها دراسة مرورية ولا أي حاجة وبيتم العمل أدي حاجة الحاجة التانية الجهاد الحكومية اللي بتبني مباني بتبقى جاذبة للرحلات وبتغير استخدامات الأراضي اللي هي تمتلكها عشان هي جهاد سيادية ومنها دار المناسبات اللي موجودة في صلاح سالم اللي بيكون في عزة بتقفل صلاح سالم وبتبقى حارة حارة طبش مفروض فيه موافقات بناخدها من إدارة المرور المختصة على أساسها بيتم الإشاء وبيتم عمل يا دكتور موافقات إيه زكاة دي جهات سيادية بتاخد موافقات إيه ما يحدث كان زي جهات رئيسية البوابات وخروج المركبات بتاعتها بتبقى على طريق العروبة وده قانونا يمنع من عم بدا لطريق رئيسي أو شريان رئيسي زي العروبة أو صلاح سالم إنه بقى فيه دخول وخروج المركبات عليه مش في اللي جان حندسية يا فندي بيتقر هذه الأمور و لما يتسئل لما تيجي تسئل اللي جان حندسية لا طبعا محدش بيتسئل طبعا إحنا أنت ستك ما كنتش عايش في مصر ولا إيه أنت يا تقول لي مش عايش إذا أنت كنت في الجهاز وكنت بيعيش في مصر وعارب كل حاجة إحنا بنحل زي ما قلت بنحل يعني مسلا هديك مثال فيه مسجد تلع تاني في طريق صلاح سالم هو ليه أنا حافظه عشان قرب كلية قرب كلية الهندسة هذا المسجد بلما بيجي في خطبة من الخطب الناس المشهورة ولا جنازة ولا بتاع صلاح سان بيتقفل فهنا طب ليه نعمل كده روحنا عاملين له صور عشان لما تيجي العربات تيركن في صلاح سالم المشهورة ما يعرفوش يعدهم وكنا قيلين للراجل الصور يكمل لحد نازلة الكبري اللي هو بتاع العباسية ماكملش هو عمل حت ماكملش طبعا أنا كل اجتماع في المحافظة بصير هذه النقطة وإن شاء الله هيكمل ومش هاهمة ده لما هيكمل عشان حل يبقى من الطرم دورة بقى على القوة وفرض القانون بالعافية شوف أنت حضرتها قلت إيه طالما أن هناك إصرار على الصح أيوة الصح حيتنافس ماهجان الموضوع ما فيه موضوع ما بتجلكش تعمل إيه أنت بتفاجأ تلاقي ما فيه مولز كتير طلعت ما فيه مولز كتير طلعت مصر جديدة ويخذت توجهات إزاي مصر جديدة ببقى الدراسة مرفوضة المرور رفضها وبعدين فجأة تطلع في مصر جديدة يا دكتور في مصر جديدة وخلافه يعني مش مصر جديدة عمل الفتحات بالطلب عصري مش عارف مين هنا يتعمل يوتيرن قدامه عشان ده ده كلام دكتور مصطفى صبر لما نتكلم عن الحلول الحلول طبعا زي ما قلت حضرك مش هتتبقى بيوم إحنا بنحل على فكرة والناس هتحس إن شاء الله إحنا واخدين محور طريق النصر أو الأدسترات بنحل فيه طريق صلاح سالم بنحل فيه حضرتك داخل في مشروع المئة يوم آه طب ومالو ماشي ده الواجه الله على فكرة آه وأنا ليس ليه اتجاه إحنا كلنا الواجه الله آه آه لا إحنا بشكل الواجه الله وليس الاتجاه بس عشان إيه ما يتقالش يعني ده حاجة لا أنا ما ليش اتجاه أنا بشكل الواجه الله يعني وما اشتغلت في محافظات بدون مقابل مصر كلها يا فنم في حاجة على خبراتك وخبراتك لا أبدا ده إحنا أنا راجل حاجة قدي كده في ناس أحسن مني كثير يعني أنا أي شبك فإن شاء الله حيتلاقوا يعني مثلا أديكم مثال عند الألعة طريق صلاح سلم بيضياء حاربنا مع المحافظة ونقحوا إن هناخد مد في قطة أرض من جيش هتذا أعي سبوع وهنوسع صلاح سلم أنا فكر في محور هناك بيقولوا محور عين الحياة ده مضوع تاني وهي الدرس ده كان عامله أعتقد دكتور أسامة وكان أيام الدكتور أو خليفة شكل لجنة اسمها لجنة الحكمة المحضورة وأنا أعتقد الفكر توقف يا فندي لا لا إحنا مستمرين فيها أصحنا دائما كده لابد تغير أو المحافظ تغير يتوقف الفكر ونبدأ نفكر من الجديد هذه اللجنة برضا كانت كلها الواجهة وكانت تشمل الثلاث أسات سببيننا عن شمس دكتور عيسى وأنا ودكتور حاتب تشمل ثلاث أسات سبب القاهرة كم منهم الدكتور رشاد الميتين اللي هو وزير النقل دلوقتي أستاذ محترم فشغالين وما زلنا شغالين وهنفضل نشتغل لأن ده زكاة العلم ونحلها فأنا أطمن هيحصل بس مش بين يوم وليلة إحنا محتاجين سنة بس في نقطة أساسية مهمة جدا لابد أن النقل العام يحصل له نوع من التطوير ونوع أنا عارف أن الهيئة بتخسر وعارف أنها محتاجة دعم وعارف أنها محتاجة قطبسات جديدة بس لا بد أن نحصل نوع من التطوير فيها ويبقى فيها تكامل مع المترو ما بوش اللي اتنين شغالين في نفس المصرات دكتور مصطفى التطوير بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ في عندي كم حاجة كده على فكرة كل اللي بقوله ده مش جديد قلع بكد حضر أجيب قطبسات جديد؟ لا 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 ولكسفات وضيور تزيد التطوير به المعناني Youtube يعني 37 خطين مترو أنفه وعندي الخط التالت شغال من العبساء للعاتبة خلاص مدام خط المترو شغال من العبساء للعاتبة أنا ما اشغلش بقى ويعني كتر صرف فلوس يقطع إليه وتعينها لا دي اللي احنا بقى بالنادي بقى من زمان يخوانا عملوا التيكت الموحد ما بين يركب التيكت التسكرة الموحدة يركب جميع وسائل النقل بيها هيطلع واحدة انوالك ما ينفعش أصلي دي تابعة وزارة النقل ودي تابعة المحافظة في الآخر دي ايه جمهورية مصر عربية فعضوا بقى حلوا ده مش فكر جديد ده فكر معمول بيه في كل دور ده من اثنين وتمانيه ده هنا الدراسة دي معمولة من اثنين وتمانيه ما نقول لك هو انا بقولك اللي انا بقوله كله ده من التمانيات وحنا شغالين فيه يعني تعبنا من قطر لو كان بيتنفذ كان زمانه كنا بيانا حالتنا كويس الشارع المصري بيعاني يا دكتور مصطفى الشارع المصري بيعاني ويستك عارف ما هو اللي جاب بقول نفسه الشارع؟ طبعا ولا احنا اللي عملنا فيه؟ لا احنا الشعب نفسه يعني المستخدم الطريق ما هو نقول مستخدم الطريق مستخدم الطريق انا وسيادتك واللعدين وغيرنا كلنا ليه؟ احنا لو بنلتزم بالقواعد المرور هتتحل جميع الدول العالم فيها ازمة على فكرة وفيها مشاكل مرورية بس مشكلة منظمة مزان اللي عندنا المهرجلة يعني انا لا يعقل ان انا اجي من اقصى اليمين عشان ركب مكروباس والاوتوبيس واحد ببعربيت عشان اطلع رجل فلاي اوفر او اللي بنسميه كوبري هنا ووزنه طبعا ناخد الطابون من اوله ونمشي يعني لو التزمنا اعمل مدخلة بسيطة بحضرتك اعمل مدخلة بدون مؤاطعة لكلام حضرتك يعني انا وانا جاء التلفزيوني النهاردة ففي واحد وقفني وانا يا فندي منتو عاملين تقولوا المسارات والحارات واماكن مخصصة لانتظار السيارات وعملين تقولوا فين الحارات فين الخطوط البيضاء المتصلة وفين الخطوط البيضاء المتقطعة وفين مواقع عبور المشاوة وفين 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 ولا التخطيط الارضي ده تعملوه بس فيندان التحرير علشان السيد المحافظة يحدي وسيد وزير التقليع يعدي وبعد كده ما فيش لا تخطيط وما فيش لا اي حارات يعني انت عشان ترزمني بالحارات المرورية اين الحارات المرورية اين التخطيط الهندسي اين بينه بينك الرجل عنده حق لا ما عندهش حق ايو تبليه ما عندهش حق امشي في صلاح سالي ما هتلاقيه بالعروب هتلاقيه متخطط حليفة المأمون وروح الوان ولف محافظات الجمهورية انت جاء على العروبة وجاي تتكلم حضرتك انا عايز اقولك نقطة مهمة اوي عايز اقولك نقطة مهمة انا لست رجل تنفيذي انا راجل استاذ في الجامعة يعني انا اللي باشتغل في المحافظة ولا عندي شركة اولاد بتخطط المرور هو اللي بيخطط او موحد يقولك الله ليش معناها المرور بس حضرتك تعمق احنا بنقول علق على انطبع الراجل اللي بيقولك فين الحارات اللي انتو تتكلموا عمها بنقول افده بنقول وفيه تخطيط والناس بتشتغل فيه تخطيط ما احنا تعالى ايس في الشوارع دي اللي موجودة وفيه تقرنيش فيه تخطيط على فكرة الناس ملتزم بيخارة فيه تقرنيش فيه تخطيط طريق كرنيش فيه تخطيط فيه وانت نازل يعني وانت جاي من المحافظات الوجه البحري واخد اسكندرية الزراعي وداخل على شبه الخينة لا انت داخلتنا فيه تحتة ده نجاي بالطريق من اوله طيب ماشي لا انا بكلم حضرتك عن مصر كلاما بكلمش عن القاهرة او جيزة او الاليبي ده انا بكلم عن مصر بقول ان احنا بنفتقد للتخطيط بنفتقد لابسط حقوق الانسان في استعماله للطريق ان الطريق يبقى فعلا ممهد بلا مطبات مواصفات فنية حارات مرورية علامات ارضية اشارات ضوئية علامات فسفورية مطبات علشان ما جيش اطلع بالعربية خمس مطار فوق وانزل يتقط موسط بالعربية ومطبات وشياتك عارف مطبات فيه طريق في مصر فيه طريق في مصر بيراعى فيه المواصفات الفنية ده سؤال لأ حدد برضك احنا عندنا جهتين بتعمل الطرق تعال بنا نتكلم بقى بالاسلوب العلمي السليم فيه جهتين بتعمل الطرق جاه اسمال هيا العامة للطرق الكباري ودي تبعة لوزارة النقل والمحليات او ادارات النقل والطرق ودي تبعة للمحافظات ماشي هيا العامة للطرق الكباري بتعمل طرق ايه زي قيارة سكندراء السحراوي قيارة الفايوم قيارة السويس واخبالك اللي هي تربط ما بين المدن والمحافظات بعضها وبعض ماشي ودي ازني فيها تخطيط ومراعى فيها كافة المواصفات واحنا عندنا قود طرق يا اخواننا في مصر طريق الدائري مراعى فيها المواصفات لسان واحدة 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 انا ما جيبت سرتي الدائري دي واحدة واحدة انا بتكلم بلسان المشاهد حاضر حاضر اللي شايفني طب ومالو وبيعلق على كلام حضرتك ماشي وعلق ما انا برجح تاني بقولك انا راجل دكتور ولسته في هائة تنفيذية بس انا كله ازي حق ياخد حقه الطرق البين المحافظات دي طرق بتصمم تبقى للقود طبعا اي حاجة فيها تجاوزات واي حاجة فيها اخطاء وده بيرجع ليه المشرف وهذه العامة الطرق الكباري فيها كم رهيب من المهندسين ولما يكون فيه اخطاء يبقى لازم يتجازهم اما المحليات فاليات تتبع المحافظات فحدسوا على حرك انا بتكلم بامانة ابعد القاهرة والجيزة واسكندرية لكن بقيت محليات المحافظات ممكن ان يمسك ادارة الطرق او مدرية النقل والطرق دي ما يبقاش مهندس دي يبقى الدبلوم ما هو مفيش بقى لحضرتك فهي دي اه دي فيها مشاكل وبلاؤه وفيها اللي فيها يعني فاحنا مفيش ده نتكلم لانها سيئة الى اقصى حد ممكن الطرق تبع المحليات انت دخلت الدايرة في في الوصد سكة على فكرة الكورنيش تبع المحليات برضو الكورنيش تبع المحليات منعرف والكورنيش تبع المحليات منعرف منعرف مش كده اه طيما طبع المحافظة ما ربقى لك ابعد القاهرة والجيزة والسكندرية بقيت محليات المحافظات حدث ولا حرك يعني خلينا واضحين خلينا واضحين اه الدايرة انت بات تتكلم على الدايرة لا ما فيش الدايرة وكان له فكرة انه يحد امتداد القاهرة وخبار حضرتك فالنهار ده لما تعمل الدايرة اصبح في الوسط لان حصل امتداد وراه واخبر حضرتك ف تصميم بالوضع ده فيه اخطاء انا ما منكرش وفيه لازم يترفع كفاءته هو اسند من فترة للهاية العامة طرق كباري ومفروض الهاية العامة طرق كباري تقوم بتطويره وتصليحه وده امانة في رأبتهم كل حد ستطق عليه هم اللي مسؤولين عنها وهي معلقة في رأبيهم وقبل حضرتك مفروض يطوروه ويعملوه طبقا للطرق او طبقا للقود بتاعنا على العموم الاستاذ الدكتور مصطفى صبري استاذ تقديد النقل وهندسة المرور كلية الهندسة جماعة عن شمس ساعدنا بحضرتك وإحنا لما بنلقى الضوء على اي سلبية احنا بنأكد على ضرورة تحويلها ايجابية في المصطفى القريب لان احنا برضو بنقول ان احنا بنلقى الضوء اوي ونعمل نضبط اوي على هذه السلبيات علشان امكانية ان احنا كلنا من خلال المواطنين ومن خلال المهندسين والخبراء ونحن بنملك عقليات جميلة زي حضرتك ان شاء الله لا تخرجنا من هذه الازمة المرورية والمعاناة اليومية مع شابة فترة ما نبعاني زيكم ساعدنا بحضرتك وساعدنا بحضرتكم مشاهدين على امل ان نلتقي باكر الساعة التاسعة صباحا ونعارك سعيد مع فريق اعمال جديد اشتركوا في القناة